أهلا بحضراتكم من جديد وبدأتنا كالعادة بأخبار نادينا الملك العظيم نادي الزمالك والبداية كده بقى من قرار مهم المجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين العميد أحمد حسني مديرا إداريا للفريق بجانب تعيين محمد عبد الرحيم ناجل الراحل عبد الرحيم محمد نجم نادي الزمالك السابق إداريا بالجهاز الإداري للفريق طبعا ناجل سدارة قام بتوجيه شكر لكابتن عمر أبو العز مدير الإداري للفريق كل توفيق للجهاز الإداري الجديد لفريقنا وطبعا كل الشكر للراحلين نروح لفريقنا اللي وصل تدريباته النهاردة بعد مباراة لودية اللي كانت أمام نادي الترسنة انتهت 1-0 يعني زمالك قدر يسجل هدف في إداريا الأخيرة روء كده من ضربة سابتة قدر يسجل هدف جميل جدا التدريبات النهاردة كان يعني اشتغلوا كده على بعض الفقرات التأهلية وحبت استشفاءات للعبين ريكوفري للعبين يكونوا جاهزين الفترة الجاية دي عادت مستر كارتيرون بعد كل ماتش ودي أو ماتش حتى مش ودي بيكون رسمي لازم يكون فيه تدريبات استشفائية للعبين ويبدأ واحدة واحدة يرفع الحمل البدني مرة تانية ترجمة نانسي قنقر